احنا كلنا نقول إن ده تقريباً يعني التشكيل اللي احنا كلنا بنتكلم عليه شايف إيه أبرز العناصر أو مفاتيح اللعب فيه كتبديلات الأوراق اللي منجودة مع روي فيتوريا على دكة البودلاء أكيد أكيد الرجل كل الأوراق اللي معها أوراق ربحة بيعتمد عليها بشكل كبير جداً الرجل من نوعية مستر فيتوريا برضو ما بيحب الشغار الخمس تغيرات دي برضو لازم الرجل بيغير التغيرات اللي هي مضطر ليها أو عايز يحافظ على طريق اللعب أو حسب سيناريو لأن الرجل من مميزاته بيقسم المباراة بشكل جيد أول رباسة بيعمل إيه لو اللي قدر الله المنتخب دخل فيه هدف هقدر أستعين بمين من بره فالراجل بيقدر ينزم مباراة بشكل جيد بيقدر يعتمد على أوراقه هتلاقي في مباراة الرجل ما بيغيرش الخمس تغيرات زي ما بنشوف جوارديولا مثلا مع مان سيتي اللي ربما يكون مضطر يعني زي ما شوفنا كيفين دي بروين دي بروين لما خلاص لكن في مباراة قبلها الرجل ما غير شوارة تغييرا فدي سياسة ميزدر بيطوريا عندي أوراق ربحة ممكن اعتمد عليها حسب ظروف المباراة لكن أعتقد أن الرجل لما بيبدأ بالتشكيل ده بيقدر يفلد أسلوب لعبه بشكل كبير بيقدر يسيطر على كل مجريات المباراة عندما فتح لعب مأهمهم محمد صلاح ناحية التانية مرموش مصطفى محمد كوة هجومية جبارة معدل التعديف عند مصطفى محمد هايل مع فرقته فأعتقد أن الأوراق الربحة عند مستر فيتوريا ممكن تضيف في بعض الوقت لكن ما شوفش رجل بيغار كتير